متسبعي قناة مكتبة التعليمية مرحباً بكم في الصفحة 113 من الدرس 24 الوحدات الزراعية أولاً أحولوا إلى الوحدة المطلوبة إذن قبل ما نحولوه فكيخصنا الجدول دي الوحدات قياس المساحات وكذلك الوحدات الزراعية إذن هات الجدول كيخصنا نحفظوه الكيلومتر مربع الهكتومتر مربع ديكا متر مربع المتر مربع ديسي متر مربع سنتيمتر مربع والميليمتر مربع فالهكتار كنحطوه في الوحدات ديال الهكتومتر مربع الار في الوحدات ديال ديكا متر مربع والسنتيار في الوحدات ديال المتر مربع ثم كيفاش كنحولوه فلاحظو كناخدو رقم الوحدات وكنحطوه في الوحدة اللي عندنا فمثلاً عندنا صفر فاصيلة صفر خمسة عشر سنتيار فغدينجيو لرقم الوحدات الذي هو صفر لأن هذا عدد عشاري كيتكون من جزء صحيح وجزء عشاري الجزء الصحيح لكيكون فيه الوحدات والعشرات والمئات لا غير ذلك إذن ما يهمونه هو الوحدات كناخدو رقم الوحدات وكنحطوها في سنتيار إذن صفر وباقي الأرقام كنرتبوهم حسب الترتيب اللي هما موضوعين فيه إذن صفر فاصيلة صفر خمسة عشر قد نحولها سنتيمتر مربع إذن نضيف واحد صفر فنحصل على مئة وخمسون سنتيمتر مربع ونكتب مئة وخمسون سنتيمتر مربع ثم قد نحول الهكتار فلاحظوا الهكتار قد نضيف الأصفار حتى نوصل الهكتار ثم قد نضيف اللي هكتار ونحطو الفاصيلة إذن صفر فاصيلة صفر 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 مئة وخمسون إذن يساوي صفر فاصيلة كمية صفر إثناني أربعة خمسة خمسة دي الأصفار صفر فاصيلة صفر 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 مئة وخمسون أو لا خمسة عشر أما سبعة فاصيلة خمسة وثلاثون سنتيمتر فنجيب سبعة رقم الواحدات نحطها في سنتيار خمسة وثلاثون يعني سبعة فصيلة خمسة وثلاثون سنتيار يساوي كم من ديكامتر مربع نضيفه واحد جوج ونضيف الفصيلة سبعة فصيلة سفر سبعمية وخمسة وثلاثون ديكامتر مربع يعني سفر فصيلة سفر سبعمية وخمسة وثلاثون ديكامتر مربع يساوي كم من متر مربع نلاحظه كنجيب المتر مربع ونحطه الفاصيلة الوحدات ديال المتر مربع جن سبعة فصيلة خمسة وثلاثون هي نفسها سبعة فصيلة خمسة وثلاثون سنتيار جن سبعة فصيلة خمسة وثلاثون متر مربع فعندنا واحد متر مربع هو واحد سنتيار ثم 457 متر مربع نجيب الرقم الوحدات السبعة نحطوه في الوحدات دياللي متر مربع 7 5 4 457 متر مربع كم هي بالR نجيب الR ونحطوه الفاصيلة وهي 4.57 يساوي كم من ديسي متر مربع ديسي متر مربع نضيفه الصفر الأول والصفر الثاني حتى نوصل الوحدات ديال ديسي متر مربع اللي هي كم طبيعة الحاك نحييضه هاد الفاصيلة هي 45700 45700 ثم 3.5 هكتار نجيب الهكتار مرة أخرى رقم الوحدة الثلاثة ثلاثة فاصيلة خمسة هكتار يساوي كم من هكتو متر مربع فكاللحظه ثلاثة فاصيلة خمسة هكتار هي نفسها ثلاثة فاصيلة خمسة هكتو متر مربع يساوي ثلاثة فاصيلة خمسة يساوي كم من R يساوي تحل من R قد نضيفه الصفر فقد نوصله للR إذن 3.5 هكتو متر مربع يساوي 350R التمرين الثاني معدل إنتاج ضيعة زراعية قياس مساحتها 8 هكتارات و150R و600 سنتيار من القمح هو 30 قنطار للهكتار الواحد أحسب كمية القمح التي تنتجها الضيعة بالطن إذن قلنا معدل إنتاج ضيعة زراعية قياس مساحتها 8 هكتار و150R و600 سنتيار معدل إنتاج لها الضيعة هو 30 قنطار للهكتار الواحد كل هكتار كينتج 30 قنطار السؤال أحسب كمية القمح التي تنتجها الضيعة بالطن ما هي كمية القمح التي تنتجها هذه الضيعة بالطن فإذا كان كل هكتار واحد يعطينا 30 قنطار فالمساحة لها الضيعة هذه ما ستعطينا بعبارة أخرى سنحول المساحة لها الضيعة الهكتار ثم سنبحث ما ستعطينا من قنطار ثم بعد ذلك سنحول إلى الطن إذن أولا سنحول المساحة هذه الضيعة إلى الهكتار لكي نلقى ما ستعطيه هذه الضيعة هذه من قنطار بعد ذلك سنحول الطن ونكون قد أجبنا عن السؤال إذن المساحة هذه الضيعة كما قلنا 8 هكتار 8 هكتار ومئة وخمسون آر للاحظوك نكتبو رقم الوحدة دائما في الوحدة اللي عندنا في الار نكتبو هنا واحد مئة وخمسون آر وستمائة سنتيار سفر سفر ستة ستمائة سنتيار ألف وستمائة سنتيار نحن بغينا نحوله المادة بغينا نحوله الهكتار هي تسعة فاصلة خمسة ألاف وستمائة هكتار إذن تسعة فاصلة خمسة ألاف وستمائة هكتار فهذه المساحة شحال غاية تعطينا من قنطار فإلى كان هكتار واحد كيعطينا ثلاثين قنطار فشحال غاية تعطينا تسعة فاصلة خمسة ألاف وستمائة هكتار فندير تسعة فاصلة خمسة ألاف وستمائة في تلجون وسنجد شحال غاية تعطينا بالقنطار إذن بعد إنجاز العملية سنحصل على مئتان وستة وستة وثمان فاصلة تمانية قنطار ثم قد نحول هل طون يساوي كم من طون إذن لاحظوا مئتان وستة وتمان فاصلة تمانية قنطار ناخد رقم الواحدات نحط ه في القنطار ستة تمانية إثنان يجي خارج الجدول مئتان وستة وتمان فاصلة تمانية قنطار إيش حال هي بالطون نحاول الفاصيل هنا فنحصل على تمانية وعشرون فاصلة تمانية وستة تمانية وعشرون فاصلة تمانية وستة طون إذن كمية القمح التي تنتجها الضيعة بالطون تمانية وعشرون فاصلة تمانية وستة طون إذن سنكتب الجواب قلنا بأن المساحة هذه الضيعة بالهكتار هي 9.5600 أو لا فاصلة 56 هكتار ضربناها في 30 لنحصل على كمية القمح بالقنطار اللي تعطينا هذا الضيعة فوجدنا 286.8 قنطار بعد ذلك حولناها الطن فحصلنا على 28.6 طن اللي هي كمية القمح التي تنتجها الضيعة بالطن التمرين التالي أكتب الأعداد المناسبة مكان النقاط قد نكتب الأعداد المناسبة مكان النقاط أو اللي بعبارة أخرى سنحوله إلى الوحدات المطلوبة فبنفس الطريقة دائماً نبحث عن الوحدات ونحط الوحدات في الوحدات الوحدة اللي عندنا ثم نحول الوحدة المطلوبة فمثلاً نبدأ بـ 35.8 نجزو هذا المثال وانتم ما تحبسوا الفيديو تنجزو المثال الثاني يعني 35.8 كم مربع رقم الوحدة هو خمسة كنمشيو الوحدة ديو الكيلومتر مربع وكنكتبوه خمسة يعني 35.8 كم مربع نحولها الهكتار بعدما نحيط الفاصل نضيف الصفر وهي 35.8 كم مربع ثم نحول الدكامتر مربع نضيف واحد الزوجة نوصل الوحدات ديو الكيلومتر مربع 358 ألف ثم نمر إلى المثال الثاني 564 ديو كم مربع الوحدات الوحدات ديو كم مربع ثم 4 6 5 564 ديو كم مربع كم هي بالسنتيار نجيو الصنتيار ونحط الفاصلة هي 5.64 ثم كم هي بالسنتيمتر مربع بعدما نحيط الفاصلة قد نضيف الأصفر حتى نوصله الوحدات ديو كم مربع هي 56 ألفا وأربعمائة 56 ألف وأربعمائة 56 ألفا وأربعمائة رابعا حقل مستطيل الشكل قياس طوله 190 متر وعرضه 90 متر لأن الطول ديو 190 والعرض 90 أحسب قياس مساحته بالآر لأن المساحة ديو هذا الحقل أولا فالمساحة ديو الحقل هي المساحة ديو المستطيل وشنا هي المساحة ديو المستطيل مساحة المستطيل كتساوي الطول في العرض شحل هو الطول ديو شحل هو الطول ديو 190 متر في العرض 90 متر يساوي ونجزل العملية 190 في 90 يكفي أننا نديرو 19 في 9 نديرو 19 في 9 بعد ذلك نضيفه جديد الأصفر 9 في 9 81 كتبه واحد واحتفظه بالتمانية 9 في 1 تسعة والتمانية سبعة عشر نضفنا الصفر نضيفه جديد الأصفر فنحصل على سبعة عشر ألفا ومئة إذن سبعة عشر ألفا ومئة مادة ومئة متر مربع ثم هذه المساحة قد نحولها الأر سبعة عشر ألف ومئة متر مربع قد نحولها الأر نلاحظوا الوحدات الوحدات دي المتر مربع صفر صفر واحد سبعة عشر ألف ومئة متر مربع قد نحولها الأر الأر عندنا في الوحدة دي المتر مربع نديرونا دي الفاصلة ليه 171 فاصلة صفر ليه 171 يساوي 171 ماذا أر يميسا حاني هذا الحقل بالأر لإجزارس 5 لأرى دعنشان أي 2,75 هكتار إليه ونده أترى 150 درهم لأرى جو كالكول صنبري إذن المسألة التي تقول أن المساحة ديالواحد الحقل هي جوش فاصيلة 75 هكتار واتباع بـ 350 درهم للأر سؤال جو كالكول صنبري أحسبو ثمانه إذن عندنا المساحة ديال الحقل هي جوش فاصيلة 75 هكتار واتباع بـ 350 للأر فكل أر واحد تباع بـ 350 درهم إذن نحن نحول جوش فاصيلة 75 هكتار سنحولها الأر لماذا؟ لأن كما قلنا عندنا كل 350 درهم اللي هو التمان ديال أر واحد فمن اللي قد نحوله الأر قد نضربه في 350 وسنجد التمان ديال المساحة ديال هذا الحقل إذن 2.75 هكتار قد نحولها للأر 2.75 هكتار رقم الوحدات 2 كتبوا 2 في الهكتار فاصيلة 75 الهكتار كم هي بالأر؟ نلاحظوا 2.75 أر 2.75 أر إذن 2.75 أر حل التمان ديال هذا المساحة هذه إلا كان الأر الواحد 350 درهم فنجد 2.75 في 3.50 2.75 في 3.50 يساوي كم؟ ونجزي العملية يساوي بعد إنجاز العملية 96 ألفا ومئتان وخمسون درهم 96 ألفا ومئتان وخمسون درهم ثم سنكتبه قلنا أن الأر الواحد 8 دياله 350 درهم فإثنان فاصل 2.75 هكتار قلنا قد نحولها أولا الأر اللي هي 275 8 دياله كم؟ كندير 275 أر أر في 350 درهم يساوي بعد إنجاز العملية حصلنا على 96 ألفا ومئتان وخمسون درهم التمرين السادس حقل المساحة 2.4 هكتار أحسب بالقنطار كمية القمح التي ينتجها هذا الحقل إذا كانت كل 5 متر مربع منه تعطي 30 كيلوغرام من القمح الطري إذن فهذا المسألة هذه فهي ما مختلفاش بزافة على المسائل اللي كنت نشفنا فقط الإختلاف كين؟ في المساحات وكذلك في الكمية ديال القمح فالحقل لمساحة دياله 2.4 هكتار هذه المساحة ديال الحقل كما كنلاحظو هذا الحقل لمساحة دياله 2.4 هكتار فقدينحسبو بالقنطار كمية القمح التي ينتجها هذا الحقل إذا كانت كل 5 متر مربع فعندنا كل 5 متر مربع كتعطينا 30 قنطار أو 30 كيلو جرام من القمح كل 5 متر مربع كتعطينا 30 كيلو جرام من القمح الطاري إذا فأولا سنحول 2.4 هكتار سنحولها لمتر مربع لأن عندنا كل 5 متر مربع كتعطي 30 كيلو جرام إذا 1.4 هكتار شحل هي بالمتر مربع نلاحظو 2.4 هكتار كم هي بالمتر مربع ونضيفو 3 جن الأصفار اللي هي 24 ألف متر مربع 24 ألف متر مربع 24 ألف متر مربع شحل كتعطينا من كيلو جرام إذن 24 ألف قد نضربوها في 30 ونقسمها على 5 كنديروا القاعدة التلاتية 5 متر مربع كتعطينا 30 كيلو جرام 24 ألف متر مربع شحل كتعطينا من كيلو جرام كنديروا 24 ألف في 30 مقسمها على 5 متر مربع لذلك في البداية فحولنا من الهكتار للمتر مربع باش كتجي المتر مربع حسن المتر مربع والكيلو جرام الكيلو جرام إذن نجزو هذه العملية قلنا 24 ألف في 30 ونقسمها على 5 بعد إنجاز العملية سنحصل على 144 ألف 144 ألف كيلو جرام لكن السؤال يقول أحسب بالقنطار كمية القمح إذن سنحول 144 ألف كيلو جرام سنحولها القنطار مرة أخرى سنأخذ الجدول دي الوحدات قياس الكتل ونكتبه 144 ألف كيلو جرام سنحصل سنحصل على 1440 قنطار 1440 قنطار هي كمية القمح التي ينتجها هذا الحاقل لنعود نكتب الجواب في المكان المخصص للجواب قلنا بأن 5 متر مربع تتعطي 30 كيلو جرام بعد ما حولنا جوش فصيل 4 هكتر المتر مربع وجدنا 24 ألف متر مربع كيلو جرام تعطينا 144 ألف كيلو جرام اللي هي القنطار 1440 قنطار اللي هي كمية القمح التي ينتجها هذا الحاقل جرام لنكر مسار على وجه اح Quin الح سب اللي هي iał Small الشيء اللي هي ألف ينري هيغم اللي هي personally للغراء BUR الصغير لمعلى اللي هي لحن البيان 17000 درهم الإيشانج إتي لكي طابل جو جستفي ما غيبانس دل المسألة كتقول حسان إيشانجي أنتغان أغريكول إذن بدل بواحد البقعة أرضية في لاحية دو خمسة فاصلة ستة هكتار بحيث 25 درهم المتر مربع إذن كل متر مربع 25 درهم وهو الأرض الفلاحية اللي عنده المساحة ديالها 5.6 هكتار مقابل واحد البقعة أرضية في المدينة دين فالور تطال للمبلغ ديالها التمن ديالها 997 ألف درهم السؤال الأول ليشانجي إتي لكتاب واش هالتبادل هدا منصف يعني واش هو عادل جوجستفي ما غيبانس وأعلل جوابي إذن أولا قلنا المساحة ديال الأرض الفلاحية اللي تبادل بها تبادل بها قلنا المساحة ديالها 5.6 هكتار 5.6 هكتار بحيث كل واحد متر مربع بـ 25 درهم فهذا الأرض الفلاحية إلا باعها بكل متر مربع 8 ديال و 25 درهم فاشحال باش غدي باعها إذن أولا غدي نحول 5.6 هكتار لمتر مربع ثم غدي نضربها في 25 وسنحصل على 8 ديال هاد الأرض الفلاحية نلاحظوا 5.6 هكتار 5.6 هكتار لنحولها كما قلنا لمتر مربع ننضفوا واحد الجوج ثلاثة ثلاثة ديال الأصفر ليه 56 ألف متر مربع 56 ألف متر مربع فـ 56 ألف متر مربع في 25 يسوي كان 8 ديال 56 ألف متر مربع إلا كان المتر مربع الواحد 25 درهم إذن ندير 56 ألف في 25 فهنا كذلك طبقنا القاعدة التولادية لكن ندير 56 ألف في 25 نقسمه على واحد هنا ندير فقط 56 ألف في 25 إذن ندير فقط 56 في 25 اللي هي 1400 ونضيفو ثلاثة ديال الأصفر اللي هي مليون واربعمائة ألف درهم إذن الثمن ديال الأرض الفلاحية لو أن حسن باعها فهذه يبلغ مليون أربعمائة ألف درهم هو التبادل مقابل قطعة أرضية في المدينة الثمن ديالة 997 ألف درهم فهل هذا التبادل هل هو عادل فكاللحظة الأرض الفلاحية ستجيب له مليون وربعمائة ألف درهم وهو التبادل بمقابل 997 ألف درهم شنو كاللحظة كاللحظة أن مليون وربعمائة ألف درهم أكبر من 997 ألف درهم فبالتالي هذا التبادل فهو ليس عادلا لما دلي أن الثمن كما قلنا ديال الأرض الفلاحية مليون وربعمائة ألف درهم أما الثمن ديال القطع الأرضية فهي 997 ألف درهم جوجستي فيما غيب تنس وعلله جوابي فتعلي الجواب هو هذا لأن مليون وربعمائة ألف درهم أكبر من 997 ألف درهم فقدين جاءوا وقدين كتبونا الجواب فقلنا متر مربع المتر المربع من الأرض الفلاحية إسواء 25 درهم فالحال هي المساحة بالمتر المربع ديال هاد الأرض الفلاحية 5.6 هكتار اللي هي 56 ألف متر مربع ما حال تمان ديال قلنا 56 ألف في 25 اللي هي مليون وأربعمائة ألف درهم قرناها مع 997 وجدنا أن مليون وربعمائة ألف درهم أكبر من 997 ألف درهم وهذا يعني أن التبادل لشانج نيبا إكتابل لشانج لشانج نيبا ليس نيبا إكتابل جوجيستي فيما غيبونس إذن تعليل الجواب هو أن مليون وأربعمائة ألف درهم أكبر من 997 ألف درهم هذا تعليل الجواب وبهذا نكون قد أنهي نتمر صفحة 113 نلتقي في الصفحة رقم 114 أغفا